عادة ما نرصد عبوات ناسفة في المخيمات يتم وضعها لمواجهة الاحتلال وقدوم أليات الاحتلال أو ربما على مداخل المخيمات إنما صحح لها الأمر هذه من المرات القليلة للغاية التي نقول فيها عبوة ناسفة في مستوطنة أو بالقرب من مستوطنة بالفعل محمد هذه من المرات النادرة والقليلة حقيقة للأذرع العسكرية بتمكنها من زراعة عبوة ناسفة على جانب الطريق بمحادات مستوطنة حرميش التي شهدت قلال المرات والجولات السابقة تحديدا في 30 مايو العام 2023 العام الماضي عملية اطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن ولاحقا نفذ الاحتلال ملاحق استمرت لحوالي العام قام بتصفية أفراد الخلية إما بعمليات اغتيال على الأرض عبر قوات خاصة أو بعمليات قص من الجو أبرزهم كان إسلام خمايسة قائد المجلس العسكري لكتيبة جنين سرايا القدس ما حدث هذا اليوم هي أن عند مرور مركبة للمستوطنين وعلى متنها أربع من المستوطنين انفجرت العبوة الناسفة التقديرات الأولية وفق تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عملية التفجير تمت عن بعد عند اقتراب المركبة من هذه العبوة وما أدى لإصابة ثلاثة بجراح وصفت بالطفيفة واصل قائد المركبة عملية السير باتجاه حاجز الريحان وهو إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين وهناك تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة ولاحقا نقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير أولي قال بأن قوات كبيرة هرعت إلى المكان وتجري عمليات تمشيط وبحث عن منفذي العملية وهناك وفق شهادات ميدانية تحديدا في مناطق قفين شمال تول كرم ويعبد جنوب غرب مدينة جنين إذ أن عملية التفجير تقع بين المنطقة الفاصلة بين مدينتي جنين وتول كرم شمال الضفة الغربية الإفادات تؤكد على تحليق مكتف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وحركة نشطة للآليات والمركبات العسكرية في المناطق الجبلية خشت أن تكون الخلية التي نفذت عملية التفجير عن بعد متواجدة في المنطقة أو لربما قد قامت بتصوير هذه العملية على سبيل الأذرع العسكرية نشرت كتيبة جنين بأن الكتيبة ستواصل بث الرعب في صفوف المستوطين لربما تكون تلك إشارة بالتزامن مع هذا البيان صدر بيان عن كتائب القسام في بلدة قفين إلى الشمال من مدينة تلكرم أكدت كذلك على الرسائل مشفرة قد تحمل رسائل التبني لكن لا جهة رسمية حتى هذه اللحظة قد أصدرت بيانا يتبنى بشكل جازم وقطعي عملية التفجير طبعا ما حدث اليوم هو يضاف كما أشرت محمد للمرات القليلة الماضية قبل واخر العام الماضي تمكنت كتيبة تلكرم سرايا القدس في مخيم نور شمس من تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة حومش إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس وذلك أدى لإصابة مستوطن هذه مرات قليلة قد تخرج بها العبوات الناسفة من نطاق المدن والمخيمات الفلسطينية باتجاه نطاق المستوطنات والبؤر الاستيطانية شمال الضفة الغربية وبطبيعة الحال باتت تشكل تهديدا كبيرا هذه العبوات للمنظومة الأمنية الإسرائيلية بقدرة تفعيلها عن بعد ولاحقا بحجم الأضرار والإصابات اذ شكلت خلال عمليات الاختحام السابقة في مراكز المدن الفلسطينية والمخيمات إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة عدد آخر أبرز الأحداث كانت تفجير العبوة الناسفة في سهل مرج ابن عامر والتي أدت لمقتل جندي إسرائيل وإصابة ستة عشر آخرين وأخرى في مخيم نور شمس أدت لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة جندي آخر فقط في عجالة الآن هناك خبر عاجل بأن مستوطنين يهاجمون الآن سهل المسعودية إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس هذا السهل يقع في نطاق مستوطنة حومش الذي أقر وزير المالية الإسرائيلي سوميترش إعادة شرعاناتها ضمن قانون فك إلغاء الارتباط في الضفة الغربية النيران تلتهم مساحات زراعية واسعة كان يستعد المزارعون الفلسطينيون لعملية الحصاد خلال الأيام المقبلة لكن بشكل مباغد قام المستوطنون في هذه اللحظة بإدرام النيران الأمر الذي أدى لإندلاع الحرائق بشكل واسع في هذه المساحات الزراعية شمال غرب مدينة نابلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر